في بيان للخارجية البريطانية أعلنت الحكومة عن فرض عقوبات على خمسة أشخاص من أربع دول مختلفة من بينهم عراقي وهو المحافظ السابق لنينوى نوف الحمادي السلطان بيان الخارجية أشار إلى أن السلطان كان متورطا في عمليات فساد حينما كان في منصبه وأنه اختلس أموالا كانت مخصصة لأعادة أعمار الموصل بعد تحريرها من قبضة داعش هناك الكثير من المساعدات التي قدمتها الحكومة البريطانية لصندوق أعمار المدن المحررة ومن ضمنها نينوى وبالتالي هي في مراجعة وفي محاسبة ومتابعة للأموال التي يتم صرفها ومتابعة للأموال التي يتم وهي حريصة على أن لا يتم سرقة أي من هذه الأموال المخصصة إلى الشعب العراقي في محافظة الموس البيان أشار أيضا إلى أن السلطان يقضي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في العراق بسبب مخالفات فساد تتجاوز قيمتها الأربعة ملايين دولار لحد هذه اللحظة لم يكن هناك تأثير قوي للعقوبات البريطانية أو الأمريكية على الشخصيات التي تم فرض هذه العقوبات عليهم في السابق تم فرض هذه العقوبات على أكثر من شخصية سياسية عراقية وهي ما زالت تزاول عمل السياسي وما زالت فاعلة في الشارع السياسي العراقي باعتقادي أنها هي عملية معنوية أكثر مما هي عملية تهدف أو تستطيع الحد من إيقاف السرقات العقوبات المفروضة على محافظ نينة والسابق تتضمن تجميدا للأصول والممتلكات وفرض منع من الصفر والدخول إلى البلاد هذه الخطوة تأتي تحت إطار برنامج الخارجي البريطاني الدولي لمكافحة الفساد والذي تم إطلاقه شهر إبريل الماضي في محاولة لعادة سياغة سياسة بريطانيا الدولية من لندن لقناة العربية أحمد العناني